السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما ندى بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبقنا لليوم من الخضروات الطبيعية اللي بتطلع بالأرض شايفين هاي يطالع بالأرض بعد أول شتوة في فلسطين هاد اسمه الهندب أو العلت احنا بنحكي له في فلسطين العلت وفي مناطق بلاد الشام بيحكو له الهندب هون بيطلع بين الأسجار بين مثل الخضروات وهاد اسمه ورق السينة شايفين هاد هو بينلاف برضه مثل الدوالي يعني الأرض غنية بالنباتات اللي بتتاكل هاد هو العلت أو الهندب وهاد الخبازة والكل بيعرفها شايفين كيف الحكل كيف مليان هيضمت خبازة وهاد نبات الزعمطوت برضه بينلاف مثل الدوالي وفيه اللوف هاي البركة الكبيرة هاي هاد اسمه اللوف وهي الهندب بتوخديها بتلكطيها شايفين كيف وهاد ورق الزعمطوت وهاد ورق اللوف ارض فلسطين غنية بالنباتات تربتها رطبة دايما بيطلع فيها كل شي هاي الهندب غسلناها ونكيناها بعد هيك بدنا نفرمها خلق بتفرميها ما بيكون للفرم ناعم يعني فرم كبير بهاي الطريقة تقدر تفرميها على المفرمة تقدر تفرميها على ايدك بالطريقة اللي بتريحك بالفرم بعد ما فرمناهم بنحطهم طنجرة ونكمل فرم الكمية كلها هلا في ناس بيعملو السلطة بيفرموه شوي اناعم من هيك بيفرقوه بشوية ملح وبعد هيك بيفرمو عليه بصل اخضر وليمون بيعملوه سلطة وممكن دبس رمان يحطو عليه شوي بيطلع طيب كتير هلا انا بديعملو بطريقة تانية بعد ما فرمتو بضيف عليه ماء باردة او من الحنفية باغمرو فيها اغمرتو بحطو على النار يغلي غلوة واحدة بس ما يغلي كتير نهائيا بس اول ما يغلي طفيه تحته وصفيه مصفاي هلا بجيب ثلاثة بصل بفرمهم ما يكون نعم كتير ولا خسن ما بين وبين وبزيز زتون بكلبهم وبزيز زتون مصف وبتقدر يتعمليه من غير ما اه تغلي بس احنا طريقة اه اني الله يرحمها انها بت بتغمرو بالمي وبتسلكو فضليت ماشي عليها هلا العيلة لما حسنا هيك ما بنضيف له اي نوع من البهارات سوى الملح لانه طعمه كفاية وما بدنا نغير طعمه نهائيا بدنا نستمتعه احنا بنوكل فيه بتقدري تعمليه على الفطور على العشاء صح ان هيك ينبرد الروح هو ما بياخد معاك الوقت وانت بتحوسيه لانه كله مستوي وما بي بس ندبل البصلة ونحوسهم هيك زحزناهم وبالزيني بالطريقة اللي بدك ياها او ما بالزيني نهائيا بتعثروا عليه لامون عصلة الليمون بتكفي وصحتين والف عافية سايفين من اطيب الاطباق وفوائده عالية زدا وراح تعملوا لو تعملوا بالطريقة هاي راح تحبوه واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو اشتركوا في القناة